بيبدأ المسلسل في مطار دبي مع سام وهو بيستعد عشان يطلع الطيارة بتاعته لراحة لندن ووقتها بيكون ألك متأخر جدا على معد الطيارة لكنه أول ما بيوصل بتنده عليه موظفة اسمها نيلا عشان يدخل التفتيش ويطلع الطيارة لكنه لما بيوصل للبوابة بيلاقى خلاص تقفلت وبتقوله الموظفة ان كده خلاص مش ينفع يطلع الرحلة دي فبيتصدم ألك وبيترجعت خليه يطلع الطيارة لانه لازم يسافر لكن الموظفة ما بتوفقش وبيكون ساعتها سام شاف الموقف فبيتدخل عشان يقنع الموظفة انها تخلي ألك يعدي وما يفوتش رحلته بما ان الطيارة لسه ما تحركتش فبتقتنع الموظفة وبتخلي ألك يعدي البوابة وبيوصلهم الاثنين للطيارة وبيروح يقعد كل واحد فيهم في مكانه وبيرحب روبين كابتن الطيارة بالركاب وبيعرفوا من الرحلة تاخد ست ساعات عشان يوصلوا المطار لندن وبتبدأ الطيارة في الإقلاع وبيكون الموظفات وقتها بيشرحوا تعليمات السلامة للركاب وساعتها سام بيكون بيبعت رسالة لمرشا طلقته وبيدايق وقتها من الركب اللي جنبه واللي بيكون اسمه هيوجو لأنه معالي صوت موبايله جدا وعمل إزعاج فبيطلب منه سام يواتي صوت الموبايل ولما بتوصل لرسالة لمرشا بتشوفها وما بتهتمش وبتكون في الوقت ده معها دانيا الحبيبها وبيتكلم هيوجو مع سام وبيتعرف عليه وبيقوله انه شغال في التسويق فبيطلب منه سام يسكت ويجيب له فيلم يسالي طول الرحلة لأنه مش عايز يتكلم مع احد وعايز يقعد في هدوء فبيتحرج هيوجو ساعتها وبيعتذر له وبتدخل بنت زيارة اسمها نيومي للحمام وساعتها بتلاحظ ان في رسالة واع على الارض فبتستهرب جدا وبتخاف وبترجع تقعد مكانها وبتوري صحابها الرصاصة فبيقلقوا جدا هما كمان ووقتها بيعدي واحد من الركاب اسمه ماركوس وبيلاحظ ان يومي خايفة فبيسألها ان كان حصل لها حاجة فبتوري رصاصة اللي لقيتها فبيقولها ما تقولش لحد وما تتكلمش مع احد بخصوص الرصاصة وهو ياخدها ويروح يبلغ طائم الطيارة ووقتها بيروح لمضيفة من المضيفين اسمها ديفيا وبيطلب منها انه يدخل درجة رجل الاعمال عشان هيتكلم مع قريبه لكن ديفيا بترفض لانه ممنوع التجاهل في الطيارة بس ماركوس بيصر وبيسيبها وبيدخل وبيروح لشخص اسمه ستوارت وبيعرفوا ان في رصاصة وقت من واحد من العصابة وبنفهم ساعتها ان في عصابة ارهابية على متن الطيارة وبيجهزوا العملية كبيرة ووقتها ستوارت بيقول ل ماركوس انه هيلبس الطاقة الخاضرة عشان بقية العصابة لما تشوفوا تفهم انهم هيقدموا معادل عملية وبيطلب منه يروح للبنت واصحابها عشان يقولهم انه بلغ طاقم الطيارة برصاصة وطمنهم لان مهم جدا يتطمنوا عشان ما يتكلموش مع حد ويحكولو وبيكون سام في الوقت ده مستغرب توترهم وهم بيتكلموا وبيحس ان في سر ما بينهم ولما بيرجع ماركوس لنايومي بيطمنها انه خلاص بلغ طاقم الطيارة وطمنه وقالوله انه الرصاصة بتاعت جندي معه مع الطيارة ووقعت منه وفي الحمام لكن مونة صاحبة نايومي مش بتقتنع بكلامه وبتقوله ان الموضوع غريب جدا لان ممنوع لأي راكب اي ان كان هو مين انه يكون مع اسلاح على متن الطيارة فبيبدأ كارلوس يدائق منها ومن كلامها وبيرجع يقعد في معاهده فبتقرر مونة انها تستدعي حد من الموضفين عشان تتكلم مع ابن نفسها وتسأله وفي الوقت ده بيقوم استوارد من مكانه وبيرجع تاني لكنه هم مع شنطة وبياخد سام باله وساعتها من الشنطة فبيقوم يروح للموضيفة وبيسألها ان كانوا وزعوا شونة على الركاب فبتستغرها وبتقول انهم ما وزعوش اي حاجة لسه فبيشكرها وبيروح يمشي في الطيارة واستو الركاب ووقتها بيلاحظ ان فيه كذا راكب مع نفس الشنطة اللي مع استوارد فبيقلق ساعتها وفجأة بتقوم واحدة منهم اسمها جيمي ومعها المسدس وبتهدد كل الركاب بيه فبيقعد سام بسرعة على اي كرس فاضي وبيبدأ افراد العصابة كلهم يظهروا ومعهم مسدساتهم وبيهددوا بيها الركاب وبيكون الركاب ساعتها في حالة خف وفزعة رهيبة ولما بيتحاول ديفيا تتسحب عشان تدخل قط الكابتن وتبلغوا اللي بيحصل عشان يبلغوا المراقبة الجوية بيكون استوارد مستنية بالمسدس وبيمنعها ووقتها جيمي بتهدد الركاب انها لو شافت اي حد بيتحرك من مكان وهتقتله وبيكون في نفس الوقت جادن زميلها بيهدد الركاب برضو ولكن باللغة العربية فبيتكلم اتنين من الركاب مع بعض وبيقول واحد منهم ان العصابة من العرب لكن التاني بيقول انه مش متأكد وده لان البنت بتتكلم انجليزي وشكلها اجنبي وبيكون سام سامح واره هم الاثنين مع بعض وبيبص على الست اللي جنبه وبيلقها بتاعات من الخوف فبيسألها عن اسمها وبتقوله ان اسمها اماندا ووقتها وفي مطار دبي بييجي تليفون لنيلا من جوزها السينل وهو في حالة مش طبيعية وبيطلب منها ترجع البيت بسرعة وفي الطيارة بتحاول انا مساعدة الطيار انها توصل لأي حد من المضيفين لانهم فجأة اختفوا وما حدش بيرد عليهم وبيسمع المضيف ارثر صوت تليفون الطيارة بيرن فبيتسحب وبيرد عليه وبيقول لأنا اللي حصل لكن جيمي بتشوفه وبتهدده بالمسدس فبيقفل التليفون وبيرفع ايديه ووقتها بتقول انا للكابتن روبين اللي ارثر قاله لها وساعتها بيلقوا ستوارد واقف قدام باب غرفة القيادة وما مسدس فبيتصلوا بمطار دبي عشان يبلغوهم اللي بيحصل معاهم وفي الوقت ده بيقول لويس واحد من العصابة بيجمع التليفونات من كل الركاب وبيروح ستوارد اللي مضيفة كولت وبيطلب منها تكلم روبين كابتن الطيارة عشان يفتح لهم الباب لكن اللي بترد عليها في الاول انا فبتقولهم انهم عايزين روبين فلما بيكلمها روبين بيرفض طلبها فبيقولهم ستوارد انه عارف سرهم وانهم على علاقة ببعض فبتتصدم كولت وبتعرف روبين انهم عارفين كل حاجة وبتترجى يفتح لهم الباب عشان هيموتوها لو ما فتحوش وساعتها بيكون روبين متردد ومحتار ومش عارف يعمل ايه واول ما بيقرر يفتح باب غرفة القيادة للعصابة بتحاول انها تمنعهم لكن روبين بيدخل معها في السرع شديد وبيقول لها انه هيفتح الباب غصبا عنها مهما حاولت وبيضربها جمد عشان تسيب ايديه ويفتح الباب ولما بيفتح الباب بيدخل ستوارد ومعا كولت وبيخلي روبين يتصل بمطار دبي ويقول لهم ان الطيارة في امان وان البلاغ اللي عمله كان كاذب فبيستغربوا في المطار جدا لكن روبين بيقنعوا من ما فيش اي خطر على الطيارة وفي الوقت ده بيكون سام مخبي موبايله ولسا معاه وبيطلعوا وبيبعت لمرش رسالة ان الطيارة اللي هو فيها مخطوفة وفيها ارهابيين ووقتها بيقف روبين الواي فاي من الطيارة بناء على طلب العصابة ولما بتوصل لرسالة لمرشا وبتقرأها بتخاف وبتتصدم بيشتغل ايه فبيقولوا انه بيشتغل احساب بالشركات اللي عايزين يعمله تفاوض كويس وصفقات لشغلهم لانه امهر واحد في التفاوض واتمام الصفقات وفي الوقت ده في الطيارة بيروح سام الستوارد وبيتكلم معه بيقول له انه مش فارق معي حد من اللي موجودين في الطيارة وكل هام وانه يرجع لعيلته في سلام وبيعرض عليه انضم لهم ويساعدهم ولما بيقعد معاه بيقول له انه مش مصدقه وعارف انه اكيد مخبي حاجة ولما بيشوف جواز صفر سام مش بيسق فيه وبيخلي يجيم ترجعه لمكانه واتخليه يفتح لها موبايله عشان تشوف الرسالة اللي عليه فبيفتح لها سام موبايله وبنعرف ساعتها نسام مسح الرسالة اللي بعاتها المرشة عشان محدش تشوفها لانه كان متوقع انهم هيفتحوا موبايله وفي الوقت ده بيهجيم اتنين من الركاب على واحد من العصابة وبيقدروا انهم يوقعوا منه المسدس اللي معاه وبيروح الكل ناحية الخناءة وبيكون سام من ضمنهم اللي بيقدر انه يلاقي المسدس وبياخده لكنه بيسلمه الستوارد عشان يخليه يسق فيه ويصدقه ولما بيرجع سام لمكانه بيحاول انه يتكلم مع هيوجو لكن هيوجو بيرفض يتكلم معاه انه فاهم ان سام بيساعد العصابة وفي الوقت ده بيتصل دانيال بزهر زملته وبيطلب منها تساعده بما انها بتشتغل في مكتب مكافحة الارهاب وبيحكي لها اللي حصل وبيديلها رقم الرحلة وفي الطيارة بياخد سام ورقة من المجلة وبيكتب فيها رسالة الستوارد وبيدهاله ولما بيفتحها استوارد بيلاقي مكتوب فيها ان الطيار مش هو المشكلة فبيجيبه عشان يفهم منه وليه كتب كده فبيقوله سام ان الطيارة ممكن تمشي بالوضع الآلي وما تحتاجش الكابتن وبالتالي روبين ما بيشكلش أي خطر عليهم فبيتأكد استوارد بنفسه من كلام سام وبيخلي روبين يفاهمه كل حاجة وبعدها بيخرج من غرفة القيادة وبيخليه يعدوا استروكاب وبيعد سام في مكانه وبيمثل انه قاعد بيلعب الألعاب الإلكترونية على الشاشة ووقتها بنكتشف ان اللعبة يقدر راكب تاني يلعبها مع سام وبيختار سام الكورس اللي قاعد عليه روبين عشان يلعبها معاه وبيستخدموا الدردشة اللي في اللعبة عشان يتكلموا مع بعض من خلالها وبيعرفوا سام انهم دخلين دلوقتي على العراق ولأكيد الجيش العراقي هيتواصل مع الطيارة في الوقت ده بتكلم زهرة زميلها عشان تعرف منهم سر رحلة الطيارة واللي بيكون اسم الطيارة هو فبيحكولها ان جالهم بلغ من الطيارة انها في خطر لكن الكابتن رجع قال بلغ كاذب وبتتصل صديقة زهرة بيها وبتطمنها ان الرحلة بخير وساعتها بيكون موظف المرأبة الجوية في دبي الآن ومش متطمن وحاسس ان الطيارة في خطر فبيقرر ان يبدأ يبحث ويدور حواليها وبيدخل يبص على كاميرات المرأبة عشان يشوف الركاب اللي طلعوا الطيارة دي وساعتها بيلاحظ ان نيلة موظفة التفتيش جالها تليفون وقامت تجري وهي خايفة ومرعوبة وبيتصل دانيال بمارش عشان يطمنها واتمن كاين الرحلة بخير وان حصل على الطيارة بلغ كاذب مش اكتر فبتتعصب مارشة جدا وبتقولوا ان سام دايما بيعمل مشاكل وخلاص ووقتها بيكون كاين يوقف وبيسمعها وفي الطيارة بيتوصل الجيش العراقي معهم لانهم دخلوا لحدود الجوية العراقية فبيقولهم سام انهم لازم يردوا حالا عليهم عشان هيعتبروا عدم ردهم اختراق امني وبيحاول يقنعوا منهم لو ما ردوش الموضوع يكون في خطر عليهم كلهم فبيطلب من جيمي انها تجيب انا ترد عليهم فبيقولهم سامن مستحيل الجيش العراقي يتكلم مع مساعدة الطيار وهيكونوا عايزين الرد من الطيار شخصيا وبيحذرهم انهم لو حسوا بالخطر هيبعتولهم طيارات حربية وهيدربهم بالصواريخ لان ما حدش رد عليهم ولا عرفة هوية طيارة لكنهم بيصروا ان انا هي اللي ترد عليهم واول ما انا بترد بيسألوها اذا كانت هي الكابتن فبتطر تقولهم انها كابتن الطيارة والتيارة اسمها Однако. ووقتها بيقدر الجيش العراقي ييجيب كل المعلومات عن الطيارة وبيعرفون كابتن الطيارة اسمه فبيعرفون انها كذابة فبتقولها ان الكابتن ليس به هرافة القيادة دلوقتي فردتها مكانه فبيطلب منها الجيش العراقي انهم يتكلموا دلوقتي مع لاسباب امنية لكن آمن بيرفد وساعتها بيسمع كلامه وبيروح يتكلم مع الجيش العراقي. ووقتها الجيش العراقي بيطلب من يقول لهم اسمه وكامل وتاريخ ميلاده. وبيسألوا اذا كانت الطائرة في امان. فبيقولهم ان الوضع امان ومستقر. وبيعتذر لهم عن تأخرهم في الرد لأنهم بيواجهوا مشكلة في جهاز الراديو. فبيقتنع الجيش العراقي وبيسيبهم يعده. ووقتها و بيدوس على زرار معين من غير ما حد ياخد باله. وفي الوقت ده بتوصل لشغلها في غرفة المرأبة الجوية في انجلترا. وبتكون ساعتها متأخرة على معات شغلها. وبتعرف من زميلها ان الطائرة اللي كانت مسؤولة عن مرأبتها حصل فيها بلغ كاذب. فبتقرر انها تتأكد بنفسها من الموضوع. ولما بتعرف من سايمون رئيسها ان الكابتن بلغ انهم في خطر. وراكب من الطائرة بعد لطلقته ان الطائرة في خطر. بتشك في الموضوع وبتقولهم مستحيل يكون ده بلغ كاذب. خصوصا ان الواي فاي تقفل على الطائرة فجأة. وساعتها بيشوفوا مسار الطائرة. وبيلغموا منحرف شوية. فبيتأكدوا كده ان في مشكلة في الطائرة. وبنعرف ان الانحراف ده حصل من الزرار اللي ده سعى له روبين وهو قايم عشان يسيب رسالة للمرأبة الجوية انهم في خطر. وفي الوقت ده بيوصل الموظف المرأبة الجوية في دبي اللي بيت نيلة. فبيلاقي الباب مفتوح. وفيه عمال نظافة في البيت. فبيسألهم عن اصحاب البيت فين? فبيقولوله انهم في الدور اللي فوق لانهم بينظفوا. فبيطلع لهم الدور التاني. وساعتها بيتصدم لما بيلاهنيلوا وجوزها مقتلين في الحمام. وبيجي ورا واحد من عمال النظافة. وبيقتلوا. وبتتصل بزهرة وبتبلغها بكل اللي وصلت له. وبتعرفها ان الطائرة في خطر. وبتروح زهرة لمكتب مكافحة الارهاب. وبتبلغوا من فيه طائرة في خطر. هتوصل لندن خلال 8 ساعات ولازم يتحركوا. وفي الطائرة بيسمع سام اتنين من ركاب اسمهم يوسف ورشيدة بيتخانقوا سوا. فبتقول واحدة من الركاب ان رشيدة بتتخانق مع جوزها. بسبب ان اكتشف ان المسادسات اللي بيستخدمها الارهابيين مش حقيقة مزيفة. ولما بيسألوا عارف ازاي بيقولهم بصوت عالي انه كان في الصفوف الجيش المصري ويقدر يميز الاسلحة كويس. فبيحس لويس واحد من افراد العصابة ان ركاب صوتهم عالي. فبيرح لهم وبيهددهم. فبيقولوا سامن الراكب كان بيقولهم لنفسه يتوصل مع احفاده. لانه حاسس انه هيموت وكانوا بيحاولوا يهدون. ولما بيمشي بيقول هيوجو لسامن ومقتنع عن المسادسات مزيفة. لانهم لما ضربوا نار من شوية ما حصلش اي حاجة لا في الناس ولا في الطيارة وده مش طبيعي. فبيهدي سامن وبيقول لهم المسادسات مستحيل تكون مزيفة. لان ما حدش هيخطف طيارة بمسادس مزيف. فبيقرر ساعتها هيوجو يروح للحمام ويمثل انه بيرجع وتعبان. ووقتها بيطلع منديل وقلم وبيكتف فرسالة. وخارج من الحمام بيرمي المنديل للركاب عشان ياخده يقرون. ولما بتاخد واحدة من الركاب بتلاقي مكتوب في المنديل. ان المسادسات اللي مع العصابة الارهابية مزيفة. لان الرصاص اللي ضربوها وقت الاشتباكات مش موجودة. ولو حد لقاها ينور نور القراية. فبتقوم تدور على الرصاصة في الارض. لكن ساعتها بيشوفها لويس. فبتقولوا انها بتدور على نظرتها. وبتيجي جيمي وبتزعق لكل الركاب. وبتنبه عليهم محدش يتحرك من مكانه. ولما بيرجع هيوجو المكانه بيقول لي سام على العمله. فبيعرفوا سام ان ده تصرف متهور وخطير. فبيقولوا ان الركابة قامت تدور على الرصاصة وما لقيتش ايأثر ليها. وما نورتش نور القراية زي ما طلب منها. وده دليل ان المسادسات مزيفة. وفي الوقت ده بيجي وبياخد عشان بيعدوا من على الحدود التركية. والجيش التركي بيتكلم مع الطيارة. فبيرد عليهم وبيأكد هويته. فبيعرفوا ساعتها ان الطيارة منحرف عن مصارها. فبيتوطر جدا عشان بيخاف يفهم خطته. فبيقولهم انه هيزبط المصار دلوقتي. ووقتا واحد من الركاب اسم مناصر عام وبيتعب بسبب السكر. وبيكون محتاج ياخد الانسلين بتاعه. فبيطلب من جادن انه ياخد الانسلين من الشنطة. لكن جادن بيرفض وبيطلب منه ويفضل قاعد مكانه ما يتحركش. وبيهددهم بالمسادس اللي معاه. وفي الوقت ده بيكون مكتب مكافحة الارهاب متجمع. وبيفكروا في كل الادلة اللي معهم. وازاي ممكن يتصرفوا. وبتنضم لهم الاس من خلال مكالمة فيديو. وبتشرح لهم ازاي مصار الطيارة متعرج ومش مستقيم. وده معنى رسلة من الطيار انهم في خطر. وفي الطيارة بيكون روبين قاعد بيتكلم مع سام من خلال اللعبة. وبيعرفوا انه اضطر يصح المصار. لكن ساعتها بيشوفوا استوارد فبيمسح روبين الرسالة بسرعة. وبيتعصب عليه استوارد وبيضربه. ولما بيحاول سام انه يدخل. بيهدد استوارد انه هيقتله. وبيقول جيمي انها تقفل كل شاشات الطيارة. وبعدها بيروح ارثر اسنان افراد العصابة. مجغولين لهيوجو سام. وبيقول لهم ان في بنت صغيرة لقيت رصاصة في الحمام. وكانت عايزة اتبلغ قبل ما كل ده يحصل. فبيطلب سام من الركاب اللي جنبه انها تكلم يوسف. وتقوله اذا كان يقدر يرسم لهم رسمة للرصاص الحقيقي. ورصاص المزيف. وبيرسم يوسف رسمتين. واحدة للحقيقة واحدة للمزيف. وساعتها بيفكر سام في خطه عشان يودي الرسمة لنيومي. ويعرف منها شافت ان يرصاصها. ووقت ما بتوزع المضيفات المية على الركاب بيوصل سام الصور اللي رسمها يوسف مع ديفيا. وبتوصلها ديفيا لارسر. وبيوصلها لنيومي. وبيقولها بسرعة ان دي صور الرصاص. لو اللي هي شافته في اول صورة ما تعملش حاجة. ولو كان اللي في تاني صورة تنور نور القرية. ولما بتتأكد نيومي واصحابها من شكل الرصاص اللي شافوها بينوروا نور القرية. فبيروح ارسر لسام وبيقولوا ان الرصاص مزيف. لكن بطريقة سرية محدش بيفهمها غير سام. وساعتها سام بيقول هيوجو ان كده كل الموازين هتتقلم. وفي الوقت ده بيتصل دانيال بزهرة وبيطلب منها قيمة باسماء المسافرين على طيارة كينجدم. لانه اكيد هيلاقي فيهم حد عنده سجل اجرامي. وساعتها هيقدر يساعدهم يوصلوا للمجرمين وشكلهم. وبيعرفها انو حابب يساعدها. لكن زهرة بتقول انهم هيعملوا كده وما ينفعش تبعات له اي ملفات سرية خص شغلها. وبعدها بتتصل بهايدي صاحبتها عشان تعرف منها. ووصلت لايه في التحريات عن الركاب. لكن هايدي بتكون معرفتش توصل لايه معلومات عنهم. فبتقرر ساعتها زهرة انها تبعت الملف الخاص بالركاب لدانيال. لانه شاطر جدا في التحري وهيساعدها. وبعد شوية بيتصل دانيال بزهرة. وبيعرفها ان فيه خمس اسماء. ما لهمش اي بيانات او وجود في السجل المدني. فبتنده زهرة على زميلها. وبتوريهم صور الخمس اشخاص. وبتعرفهم انهما دول الارهابيين. وفي الطريق بيقرر ناصر يفتح عشان طيته عشان يجيب الانسولين لعمه. لكن جدا وقتها بيهجم عليه وبيضربه. وبتبدأ ساعتها الفوضى والمناوشات في الطائرة بين الكل. وبيبدأ الخف والقلق يتملك من كل الركاب. ووقتها بيقرر سام ان دي الفرصة المناسبة عشان يبدأ خطته. وبيفضل يتسحب. والكل مجهول في الخناقة لحد ما بيستخبه وبيهجم على ماركوس وبيضربه. وبيبدأ استراع بالماركوس وسام. ولما بيهدد ماركوس سام بالمسدس بيقوله وسام انهم عارفين ان الرصاص مزيف. لكن استوارد بيكون معاه رصاص حقيقي وبيحطه في مسدسه. وبيضرب بواحدة من الركاب وبيقتلها. وبيحصل خوف وهلعب بين الركاب. وبيهددهم استوارد بالمسدس عشان يسكتوا. وبينضع على ارسر عشان يقول الركاب في الميكروفون يهدوا ويسكتوا. وإلى هيقتل رهينة تانية. وبيكبر ماركوس سام انه يربط ايدي ويكتف نفسه. وبعدها بيلاقي استوارد الجيش الروماني بيكلم الطيارة عشان دخلت حدودهم. وبينبه عليهم لو محدش رد دلوقتي. هيتخذوا اجراءات سارمة. وفي الوقت ده بيروح جانل لناصر وبيقوله ينضف المكان مكانه. وبعد كده يقدر يدي العمله انسولين. وبينضم دانيل في الوقت ده الفريق ظاهرة. وبتكون وزارة الخارجية لويز معهم. وبيتصل بها وزير الخارجية الروماني. وبيعرف ان فيه طيارة بريطانية. متجهة نحية الحدود الجوية بتاعتهم. ومش بيردوا على حد. وبكده هيتطروا ويدخلوا عشان الامن. وفي الطيارة بيكون لويز بيعاني من جرح في جنبه. وبسبب اشتباكه مع ناصر. وبتحاول ديفيا المضيفة انها تساعده. وساعتها سام بيقوله ان دي طعنة ومحتاجة الدكتور. فبتسأل ديفيا الركاب من خلال الميكروفون لو فيه دكتور على الطيارة. ولما محدش بيرد. بيعرفت سام على لويز انه ويساعد ديفيا لانها مش تقدر تربط له الجرح لوحدها فبيوافق. وبعدها بتحوط الطيارات الحربية الرومانية طيارة كينجنم. وبتقول لهم انهم لو مش عارفين يردوا وبسبب عطل فني يقدروا انهم يحركوا الجناح او يدوم اي اشارة. ووقتها افراد العصابة بيطلبوا من كل الركاب يقفلوا ستاير شبابك الطيارة. وبيقول ستورد الجيم انهم مش يردوا عليهم. فبتقولوا انهم ممكن يضربهم بالسواريخ. فبيقول لان ده مستحيل يحصل. لان الطيارة البريطانية والموضوع ممكن ينتقى بحرب. ووقتها بتكون كولت قاعدة مع انا والاتنين الاسرة. وبيقول لها واحد منهم لازم يوصلوا رسالة للطيارات الحربية. لانهم ممكن يضربهم بالسواريخ لو حسوا ان الطيارة هتشكل خطر على بلدهم. فبتقرر كولت انها تتصرف. وبتروح تقعد مكان واحدة من الركاب. وبتفتح سطرة الشباك عشان تخلي الطيارين اللي في الطيارة الحربية يشوفوها. وبتنجح فعلا وبيقدروا يشوفوها. وبيشوفوا كمان جاد انه بيعتدي عليها وبيضربها. وبيشوفوا السلاح اللي في ايديه. وبعدها بيحاول روبين يقنع جيم انها تسيبه. يشاور للطيارات عشان ما يضربوش عليهم السواريخ. فبترفض تماما. وبيجي وقتها ستوارد وبيقول له انهم مش هيردوا. فبيقولوا ان الطيارات هتقذفهم لو محدش رد عليهم. او اتواصل معهم وده شيء مؤكد. فبيضطر ستوارد انه يخلي روبين يتواصل مع الطيارات. لكنه بيلاقي الاجهزة متعطلة. وبيعرف ان ستوارد اللي كسرهم. ووقتها بيكون سام مع لويس وبيحاول ينقذه. لانه بينزف دم كتير جدا وبيموت. وساعتها لويس بيخلي سام يطلع موبايله ومنجيبه عشان يخليه كلم مامته. وبيلاحظ سام ان انترنت الطيارة شغال على الموبايل. وبيتصل للويس برقم مامته وبيخليه كلمها. وبيوضع مامته بحزن فبيقولوا جدا انه هيلاقي دواء مع العرب اللي لابسينها بيت. ولما بيروح لهم مش بيلاقي معهم غير الانسلين بس. فبيطلب من ركاب ان اي حد مع دواء مسكن او مهدق يدهوله. بس محدش بيرد عليه. فبيزعلهم كلهم لدرجة ان الكل بيخاف منه جدا. ووقتها بيوصل لمارشا رسالة من رقم غريب. وبنكتشف نسام ساجل لمارشا رسالة صوتية عشان تسمع اللي بيدور بينه وبن لويس. وتفهم منه في خطر. وبتتصل مارشا بدانيا لوبتحكي له اللي حصل. فبيطلب منها دانيا لتبعث له رسالة حيلا. وبيروح بيها لزهرة وباقي الفريق. وساعتها بيكتشفوا من خلال تتبعهم للرقم معلومات عن لويس. ووقتها بيعرفوا ان الخمس ارهابيين كلهم بريطانيين. وبتروح زهرة بالمعلومة دي عشان تبلغ بيها وزير الداخلية الروماني. وبتعرفوا ان بريطانيا هي المستهدفة مش هما. وفي الطيارة بيفضل سام ينده على دكتور. فبيقوم واحد من الركاب اسمو ديفيد عشان يروح له. لانه دكتوره هيقدر يساعده. وفي الوقت ده بيكون الطيران الحربي بيستعد يقز في الطيارة بالسواريخ. لكن بيجي لهم امر من الوزير بالانسحاب. ووقتها لما بترجع مارشا للبيت بتكتشف ان كاي ساب البيت ومشي. وبعدها بيروح شخص مجول يسلم وزير الداخلية نيل زارف مكتوب فيه مطالب الجامعة الارهابية. فبيطلب من المساعد بتاعه ويتصل فورا بلويز وزيرة الداخلية. وفي الطيارة بيجي استوارده وبيخلي الكل يرجع مكانه ويبعده عن لويز. ولما بيرجع سام لمكانه بيرسم علام المجر وبيوري لهيوجو. وبيعرفوا ان في فكرة في دماغه وهتخرجهم بالازمة دي. ولما بيتصل نيل وزير الداخلية بلويز بيقول لها انو وصلوا زارف مكتوب فيه مطالب العصابة. وبيعرفها انو في الطريق لها دلوقتي. وبيطلب من المساعد بتاعه ويشوف تسجيلات كاميرات المراقبة للمكان اللي كانوا فيه. عشان يعرفوا هوية الشخص اللي سلموا الظرف. ولما بيوصل لمقر مكتب مكافحة الارهاب. بيقرأ عليهم نص المطالب والمفاوضات اللي طلبتها العصابة في الظرف اللي جايله. وهو انهم يفرجوا عن اتجر وجون اللي تساجنوا في قضية سلاح كبيرة ويعتبروا مجرمين خاطرين جدا. وبيعرفهم انهم لو منفزوش مطالبهم هيقتلوا كل الاعطيارة. وفي الطيارة بيحاول سام يقنع انهم ينزلوا البلد اللي جاية واللي هي المجر. وده عشان يساعد لويز لانه بيموت. وبيعرفوا انه يعرف منهم انهم اخوات. فبيقول له ان الدكتور قال ان حالته مستقرة. فبيقول له ان الدكتور بيتامنه مش اكتر لانه خاف ومرعوب. لكن لويز مش هيصمد لاخر رحلة وهيموت فقاله من ساعة. وده كان كلام الدكتور. فبيقول له ستوارد ان هيروح يسأل الدكتور قال كده ولا لا. ولو تلع كداب هيئة الواحد من الركاب. ولما بيروح للدكتور بيروح سام لديفيا وبيقول لها تتصل بديفيد الدكتور بسرعة. وتقوله يقول اقل من ساعة. فبتتصل بديفيد وبيتبلغه. وفي الوقت ده بيدخل عليه ستوارد وبيسأله عن حال تخوف. فبيقول انه قدامه اقل من ساعة. فبيفهم ستوارد ان يسام ما كانش بيكذب عليه. فبيروح لجيمي وبيعرف انهم هينزلوا بالطيارة في المجر. لكن جيمي بتكون معترضة. وبتقولوا ان ده خاطر عليهم جدا. ووقتها بيروح سام لانها وبيسألها ان كانت بتتعلم اللغة المجرية. فبتقولوا انها بتعرف تتكلمها. لكن المجر بيتكلموا انجليزي عادي. فبيقول لها انه عايزها توصل رسالة ليهم وتقنعهم. انهم يوافقوا على انزلهم في ارضهم. وتحسسوا من الطيارة فيها مجريين عشان يوافقوا. وبيخدها الستوارد وروبن في غرفة القيادة. وبيعرفوها تقولي بالزبط. وساعتها بتطلب منهم يطلعوا روبن برا. لانها مش حابة تتواجد معا في مكان واحد. وبتتواصل بعدها مع جيش المرأبة الجو الخاص بالمجر. وبتطلب منهم يسمحوا لهم بالنزول ويجيبوا لهم دكتور او عربية اسعيف. لان معهم حالة خطيرة محتاجة لعلاج. وبعدها يمشوا تاني بهدوء وساعتها بتكون جيمي شكف انا. وبتطلب منها تتكلم باللغة الانجليزية عشان يفهموها. ولما بيبدأوا بالنزول بيلاحظ ماركوس. وبيروح لستوارد وبيقولوا انهم ما ينفعش ينزلوا لان ده تغيير في الخطة. ورؤساءهم لو عارفوا هيديقوها يعقبوهم. وبيروح لديفد وبيطلب منه يقول ان الويس بقى كويس. وخلاص ما بقوش محتاجين للنزول. وبيجي ساعتها سام وبيحاول يهدي ماركوس. فبيقولوا ماركوس انهم لو نزلوا وغيروا الخطة اهاليهم هيموت واهله وكمان. فبيتصدم سام وبيسألوا اعلاقة اهله بالموضوع. فبيقولوا لانهم بعتوا رؤساءهم جواز السفر الخاص به. بالسبب انهم شكوا وحسوا انه ممكن يبواز لهم العملية. وبيروح سام لستوارد عشان يخليه يلغي الهبوط. وبيعرفوا ان اخو بنفسه اللي بيطلب ده. ولما بيروح ستوارد الاخوه بيلاقيه خلاص ميت. وبيتصل سام بديفيا وبيطلب منها. تبلغ ان ان الهبوط تلغى. وفي الوقت ده بيكون دانيال قدر يوصل لام ستوارد ولويس. وبيعرفوها انها لو ما عرفتش ولادها بيشتغلوا الصالح منها يسجنوها. فبتقولهم ان الكبار العصابة بيلحقوها وهيخلصوا عليها لو اتكلمت. وبتعرفوا من هامة رقبة. واكيد حد شافهم هم مداخلين عندها. وبتستأذن من دانيال انها تروح تجيب مناديل. لكنه بيكتشف انها بتحاول تهرب. وبترمي نفسها قدام العربيات عشان تنتحر وتموت. وفي دبي بيوصل خبر للشرطة من الجران اني لها مختفية في بيتها من ساعة ما دخلت. وخرج من بيتها عمال نظافة شكلهم غريب جدا. فبتقتحم الشرطة لبيته وبينتشر الخبر في الصحف والجرايد. ومكتب مكافحة الارهاب بيشوف الخبر وصور الضحايا. ووقتها بيكون كاي في بيت بابا سام وفجأة بيلاقي عمال نظافة مسلحين اقتحموا البيت ومعهم اسلحة وبيفتشوا البيت. لكن كاي بيقدر يستخبى منهم. وفي الوقت ده بتقرر الحكومة انها تخلق سبيل اتجار وجون. وبيكون في عربية مستنيهم وبيركبوها. وساعتها اتجار بيهدد مدير السجن ان لو حد مش وراهم هيدي امر بقتل كل اللي في الطيارة. ووقتها بناكتشف ان العربية فيها جهاز تتبع. وبيكون مكتب مكافحة الارهاب بيراي بتحركات اتجار وجون بالعربية. وبنعرف كمان ان فيه ثلاث عربيات بتمشي وراهم ومن ضمنهم دانيال لكن اتجار بيكتشف اللي حصل. وبيقف فجأة في نص الطريق وبينزل يروح لدانيال وبيدينه موبايل. وبيكلموا بعدها عليه وبيعرفوا انهم لو فضلوا يرقبوهم هيبدأوا بقتل ركاب الطيارة. وساعتها مكتب مكافحة الارهاب بيقمر طيارات المرقب الالية بالتحرك عشان يرقبوا اتجار وجون. وفي الطيارة بيوصل لستوارد رسالها من اتجار وبيطلب منه يقتل حد من الركاب ويصور الجثة ويبعث له صورتها. فبيروح استوارد يبلغ جيمي وبيفكروا انهم يقتلوا ديفيا. ووقتها بيلاحظ سام خطتهم. فبيروح لهم وبيشوفهم وما بيخنقوا ديفيا فبيقولهم ان مفيش اي داعي انهم يقتلوا حد لانهم قتلوا فعلا حد من الركاب. وبيروحوا الجثة الركابة اللي قتلها استوارد. وبيتخلي جيمي سامي يقعد الجثة ويحط عليها ورقة مكتوب فيها اسم الطيارة. وبتخلي كل تصور الجثة. وبعدها بيتصل اتجار بدانيال وبيقول له انه هيثبت له انه ما كانش بيهدد وخلاص. وده لان دانيال لسه بيراب اتجار وجون. وبيقفل معه. وبيبعت له رسالة فيها صورة الجثة اللي في الطيارة. فبيتصدم دانيال. وبيبعت الصورة لزهرة. وبيتوريال زميلها. وبيتصدموا كلهم. وبيفهموا ان العصابة خطيرة فعلا وهينفزوا تهديداتهم. وفي الطيارة بيكون سام بيتكلم مع هيوجو والان انهم يطلبوا يصوروا جثة تانية. لان كده اي حد فيهم معرض انه يتقتل. وبيقولوا انهم لازم يفكروا ازاي ممكن يسيطروا على الطيارة عشان ينقذوا نفسهم. وبيخال هيوجو يحط ايده في جيبه وبيطلع مقص اخده من قلبة الاسعافات الاولية من غير ما حد يشوفه وسط الهجة اللي حصلت. وبيخال هيوجو يحرره لان دي لسه مربوطة. لكن وقتها بيجي ستارد ناحيتهم وبيبص عليهم. فبيخب هيوجو المقصة وبيخب سام ايدين لان هيوجو قدر يحرره. ووقتها بتيجي مكلمة صحف اسمه من شخص اسمه وبيطلب يقابله في بار. ولما بيروح له بيلاقي البار فاضي مفهوش غيرهم هما الاتنين. فبيطلب منه انه ينشر الخبر. وقوق اسهم شركة كينجدم. الملكة لطيارة كينجدم المخطوفة. وبيطلب منه ينشر الخبر ده خلال 30 دقيقة. وإلا هيفضحه وهيعرف كل الناس انه بيبيع الاخبار والفضاح مقابل الفلوس. وبيتصل بعدها باتجار وبيعرفوا ان المهمة تمت. وبيتصل بعدها اتجار بدانيل. وبيقولون الطريق مسدود وزحمة ومليان شرطة. واكيد هو اللي عمل كده عشان يأخروه لحد ما الطيارة توصل. وبيعرفوا انه هيئة الركب تاني مدام هم مستهزئين بيه وبتهديداته. وبيحاول دانيل يهديه لكن اتجار بيقفل السكة في وشه. فبيتصل دانيل بزهرة عشان يطلب منها تسحب الشرطة من الطريق ويسيبه اتجار يعدي. لان كده في خطر على ركاب الطيارة وهيكون في رهين تانية. وفي الطيارة بيكتب سام رسالة للركاب على علبة العصير وبيمرروها البعض. وبيكون مكتوب فيها انهم لازم يتحدوا سوا. ويدفعوا عن نفسهم عشان يقدروا ينقذوا نفسهم من العصابة الارهابية. لكن جاد ان ساعتها بيكتشف اللي بيحصل وبياخد علبة العصير وبيديها الجيمي. وبيتوريه الاستور اللي بيشوك على طول ان هيوجو هو اللي عمل كده لانه شاف الالم معاه. فبيوريه رسالة الجديدة اللي جات له من اتجار عشان يقتل راكب تاني. وبيقولوا ان هيكون هو الضحية. فبيقف سام ساعتها وبيقولوا ان هو اللي عمل كده مش يوجو. وبيوريه الالم في ايده. وفي مكتب مكافحة الارهاب بتتخانق لويز مع نيل بسبب انها عايزة تسحب الشرطة وتسمع كلام اتجار. وده حفظا على ارواح الركاب. لكن نيل بيكون مصمم انهم يهجموا عليهم ويقبضوا عليهم. لانهم مجرمين خطرين. وما ينفعش يهربوا من البلد بسهولة كده. ولما بيقوموا رنيل الشرطة تهجم على عربية ايدجار اول ما توصل للمطار. بيكتشفوا ان في العربية مش ايدجار ولا جون. وبنعرف ساعتها انهم خدعوا الشرطة وهربوا منهم. وراحوا ويركبوا عربية تانية. وبيلاكي تليفون ارضي تحت السرير. فبيحاول يشغلوا ويتصل بالطوارئ. لكنه ما بيعرفش يتكلم عشان المسلحين هيسمعوه. فبيدوس على رقم بيفهموا الطوارئ منه في خطر. وفي الطيارة بيكون الوضع خرج عن سيطرة. وده لان سام هجم عليه ووقعه. واقع منه المسدس. وبيحاول سامن ياخد المسدس لكن ستوارد بيمنعه. وبتخرج طلقة من المسدس في رجل ارثر وبيتصاب. وفي الوقت ده بيلاقي اماندا فجأة قرار تدخل للحمام. وبنشوفها ويبتجهزوا معا مسدس. واول ما بتخرج من الحمام بتقتل روبن الطيار. وبتدخل غرفة القيادة. وبتقفل الباب عليها. وبتقعد على كرسي الطيار وبتبدأ تزبط اجست الطيارة. وبيبان عليها انها محترفة وفهمة في الطيران. ووقتها بيسأل سامن اذا كانت اماندا معهم. فبيقولوا انه اول مرة يشوفها وما يعرفهاش. وفي الوقت ده بيقدر الركاب يتحد ويسيطروا على افراد العصابة. وبيربطهم وبياخدوا منهم المسدسات. وبياخد سامن المسدس من ستوارد. وبيحاول يهدي الركاب. وبيعرفوا من المسدس اللي معي. هو المسدس الوحيد لفرصة حقيقي. وبيقولهم ان فيه مصيبة اكبر دلوقتي ولازم يلاقولها حل. وبيروح لجيمي وبيطلب منها تتكلم مع اماندا في غرفة القيادة. ويتفاهمها ان خلاص الركاب سيطروا على الطيارة. فبتقولوا انها مش هترد لان من الواضح انها بتنفس خطة بديلة. لانهم ما عندهمش اي معلومة عنها ولا يعرفوها. فبتروح انا تجيب شنطتها. وبيعرفوا ان عندها طفلة. فبيقرر سامن ويكلمها ويضغط عليها من خلال بنتها. لكن اماندا وقتها بتقطع سلك التليفون. وبيكتشف ركاب ساعتها ان الطيارة غيرت اتجاهها. وفي الوقت ده بتبلغ مكتب مكفحة الارهاب ان الطيارة كنجدم غيرت مسارها. وبيتصل دانيا البمارش عشان يتطمن عليها هي وكاي. فبتعرفوا ان كاي راح لبيت بابوا. فبيركب عربيته وبيجري. لانه بيفهم ان كاي ممكن يكون في خطر. ووقتها بتوصل شرطة الطوارئ اللي بيت سام. وبيرنوا الجرس فبيفتح لهم واحد من المسلحين. وبيقول لهم انه عمل نظافة واصحاب البيت مش موجودين دلوقتي. فبيقتنع الشرطة وبيمشي وبيفكر ان ده كان بلغ كاذب. ووقتها المسلح التاني بيشوف كاي وبيهدده بالمسدس. وفي الطيارة بيلحظ الركاب ان فيه طيارات حربية محوطاهم. وبنعرف ان الطيارات دي محوطاهم بامر من نيل. اللي بيقول الويزين امتين شخص يموتوا دلوقتي. احسن ما يرموا الطيارة وتقع او تنفجر في وسط لندن ويموت ناس كتير. فبتقولوا الويزين ده مش قراره. وهيكون القرار لرئيسة الوزراء. وفي الطيارة بيكون كل الركاب عايزين تليفوناتهم. فبيسألوا مخبية فين. لكنه بيرفض يقولهم لان الركاب اول ما يفتحوا التليفونات هيقولوا للناس ان فيه ست مستولى على الطيارة. وساعتها الجيش هيضرب الطيارة. وبتلاقي انا ساعتها الكيس اللي فيه التليفونات. وبيلحظوا ان فيه الموبايلات الركاب يرن. فبيرود سام عليه. وبتكون الاس من المراقبة الجوية. وقدروا يوصلوا رقم حد من الركاب عشان يتواصلوا معهم. وبتسأل سام عن كابتن الطيارة. لانها عايزة تتكلم معي. فبيقولها الطيار مصاب ومش هيقدر يكلمها. وبيجذب عليها وبيقولها ان انا مساعدة الطيار هي لبتقود الطيارة. لانهم لو عارفوا ان فيه شخص مجهول استولى على الطيارة يضربوها بالثواريخ. لكن الاس بتقوله انها مش مصدقها. وانها محتاجة منه يكون صريح وصدق معها عشان تقدر تساعدهم. فبيقولها نفيست اسمها اماندا استولت على الطيارة. وهي اللي قتلت روبين الطيار ودخلت غرفة القيادة وقفلت على نفسها. وفي الوقت ده بيكون نيل مصمم يضرب السواريخ على الطيارة. لكن لويز بتكون رفضة وبتقوله انها مش هتشارك في جريمة زي دي. فبيقولها ان دي مش جريمة وانه بيحمي البلد من كرسى ممكن تحصل. وبعدها بتكلم لويز رئيسة الوزراء وبتطلب منها تسحب الطيارات الحربية. وانها مستعدة تتحمل اي عواقب هتحصل. لكن ما ينفعش يضرابه ومواطنيهم بالسواريخ. فبتوافق الوزيرة. وبيدوا الامر بالانسحاب للطيارات الحربية. ووقتها بيكون ايدجر وجون قاعدين سوا. ومعهم شخص تالت. وبيكون ايدجر قاعد بيرائب اسهم شركة كانجدم. وفجأة بيروح جون للشخص التالت وبيقول ان الخطة تغيرت. فبيروح يقتل ايدجر وبيتحرك هو جون بالعربية. وفي الوقت ده بيتصل دانيال بكاية على موبايله. فبيخليه المسلحين يرد على دانيال ويقنعه ما يجيش البيت. فبيقول كايلي دانيال انه هيرجع البيت فمالوش لازم يجيله. فبيفهم دانيال من طريقته انه في مشكلة فعلا ومحتاج مساعدة. وبيتصل بزهرة. وبيطلب منها قوات الشرطة تروح لبيت سام. وبيوصل دانياله مع الشرطة. وبينكس كاي من المسلحين. والشرطة بتقبض عليهم. وفي الطيارة بيلوه موبايل اماندا وعليه صورة بنتها الودي. فبيحاول سام انه يتكلم معها من خلال الكاميرا ويستغل بنتها. وبيحاول الركاب انهم يكسروا باب غرفة القيادة. ووقتها بتتصل اماندا على تليفونها. وبيرد عليها سام. وبتعرفوا انها بتعمل كده غصبا عنها. لانهم واغدين بنتها رهينا. ولو ما نفزتش التعليمات هيقتلوها. وبتعرفوا انها مستنية منهم رسالة ان الصفقة تمت. وساعتها هتنزل بالطيارة. لكن لو الرسالة ما وصلت لهاش هتوقع الطيارة في وسط لندن. فبيقولها سام انه عارف من انهم اتفقوا ياخدوا الفلوس. وقيتولوا بنتها في الحالتين. لانهم مش هيسيبوها تكون شاهدة عليهم. فبتقتنع اماندا بكلامه وبتقرر تدخله وبس لغرفة القيادة. فبيدخلها سام لوحده. وبيتواصل مع عشان تساعدهم في النزول. وساعتها بيكتشفوا ان وقود الطيارة بيخلص وده خطر عليها. وبيكون سام محتاج من اماندا انها تتصرف لانها كانت طيارة. لكن اماندا بتكون خايفة ومنهارة وبتفكر في السجن اللي مستنيها. فبيطلب سام من الاس انها تضمن لاماندا انهم مش هيسجنوها لانها قتل تروبن غصبا عنها وتحت التهديد. وبيدخل ساعتها نيل في المكالمة لانه بيكون سامع المكالمة من البداية. وبيطمن اماندا انهم مش هيحكموها. فبتتشجع اماندا انها تساعد سام وتبدأ بالنزول. لكن فجأة الكهرباء اللي في الطيارة بتقطع. فبتقول لها الاس تشغل وحدة المساعدة. وساعتها بتنحدر الطيارة انحضار شديد. وبيكون كل الركاب في حالة حلع وخوف. وحاسين انهم خلاص هيموتوا. وبيطلب سام ساعتها من الاس توصر لمرشار سيلة. وهي انها كان معا حق لما قالت له ما يسافرش. وساعتها بتقرب الطيارة من الارض. والكل بيكون مستعد لاستضامة الطيارة. وبتنزل الطيارة على الارض بقوة جديدة جدا. بتؤدل تدمير جزء منها. وبيوصل الاسعاف والمطاف للطيارة. وبيبدأوا يخرجوا الركاب منها. ووقتها بتحضن اماندا سام وبتشكره ان مساعدها. وبتقبض الشرطة على افراد العصابة الارهابية. وبينزلوا الركاب من الطيارة. وهم مش مصدقين انهم ناجوا بقع عجوبة. وبيفتكر سام انه نسي حاجة على الطيارة. فبيرجع يجيبها. فبيدخل وراء استوارد. وبيقف وشجعته انه ينقذ طيارة كاملة ويحمي الارواح اللي فيها. الفيديو ده كتبته الاء غازي. وسجله محمد طاهر. ده اللي هو انا يعني. ومنتجه كريم طاهر. وما تنسوش تعملوا فولو صفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدرامية. وفولو صفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية. وفولو صفحة هكونة مطاطة عشان تتابعوا ملخصات الانيمي والكارتون. سلام.